المقالة الأول للكاتب الصحفي سليم عزوز في موقع عربي 21 بعنوان ماذا لو لم ينافس الإخوان على الرئاسة كتب فيه ليس عندي مانع في أن يكون من أهداف كل الجماعة وحزبه هو الوصول للسلطة أعتقد أن من أسباب تردي الحياة السياسية في مصر هو التعامل مع الوصول للسلطة على أنه جريمة ولهذا كان الإخوان دائما يقولون إنهم لا يريدون أن يحكموا ولكن أن يحكموا بشرع الله أعتقد أن من أسباب أزمتنا هو القول المأثور أن طالب الولاية لا يولاها فأنا من المؤمنين بأن طلب السلطة ينبغي على كل قادر على ذلك وليس أدل من قول سيدنا يوسف عليه السلام للملك عندما قال اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم وكثير من عملية الابتعاد عن السلطة هو على أساس أن الولاية لا تطلب لتنتقل القاعدة إلى المناصب العليا في الدولة بشكل عام ترجمة نانسي قنقر